هل إحنا رجعنا لمرحلة فيها حاجة اسمها الصراع العربي الإسرائيلي بعد 30 سنة من محاولات السلام وأسلو وكل أسماء الاتفاقيات والمناسبات والأحداث اللي إحنا مرينا بيها لا يعني عايزة أقول إيه إنه هي جات لهم على ما أيدا من فضة بس هو كان حيصطنع النوقف يصطنع أي أزمة كان لابد أن يحرك أعاهه وعاتله عمره كان زينس حق روينه لكن أنا يريد أن أستيخذ من يومي فيخلي إن غزة غرقة البحر عندهم مشكلة مع غزة ومشكلة مع حزب الله ومشكلة مع بعض العناصر في سوريا وبعض العناصر في العراق وأيضا بعض العناصر في اليمن وعندهم أطماع في كل هذه المناطق الدولة الإسرائيلية اللي بيحلموا بيها وفيها كل كتاباتهم ما كانش غريب إن نتنياهو يأخذ الخريطة المرار الفاتد لما كان في الجماعية العام ويطلع الناس عليها هذه هي دولة إسرائيل الكبرى عايز حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا خلاص ومش مسألة إنه بيضرب بس لا ده بيحرد الأرض وبيحرقها لإقامة دولة إسرائيل الكبرى التي يريدها أحلامهم على هذا النحو وإزالي كنا نجد إن نحن ناخد الأمر بشكل ماكرو مش مايكرو ما مش صغير ده تفكير كبير وستراتيجي طويلة المدى وإسرائيل تسعى إلى تحقيق هذا بكل الطرق وأنا شايف أن كل السيناريو اللي حصل من مواجهة إسرائيلية إيرانية إلى مواجهة إسرائيلية فلسطينية إلى ردود فعل دولية إلى موقف أمريكي شديد الضعف والتخازل بشكل متعمد أن الوقت فعلاً إسرائيل بتحمي بتحمي توسعات أمريكا بتحمي توسعات إسرائيل مش أمن إسرائيل لا تجاوزت النقطة مش إسرائيل القائمة ولكن إسرائيل الممتدة مش إسرائيل الخائفة المرتعدة اللي فيه الناس بحاولهم لا فيه رأي بيقول أنه الانفجار الفلسطيني كان جاي جاي بسبب الحصار لفلسطين ضغوط أيها لغزة بسبب الحصار لإنشاء هو إسرائيلي كان عارف كده وتصفية القضية الكل ده أو داي عشان كده أنا بيقولك أنه لو لم يكن موجودة لصنعناها وكان عارف لكن أنه على الحرف ده بيتقال على أنه شيء طبيعي وأنه طبيعي أنه كانتها تحصل 7 أكتوبر لكن شكلها وحجمها كان كبير فيه رأي تاني بيقول لا حماسة صرعت وهي من وضعت الشعب الفلسطيني في غزة في هذا المكان وأنا رازم أتكلم بصراح المقاومة ليست شيئاً مطلقاً بلا عقل المقاومة أيضاً لها حسابتها يعني أنا مش معترض على اللي عملوه من حيث المنهج في التفكير أنه لابد أن يحيي قضيته بضربات قوية على الجانب الآخر حتى يستيقظ الجميع طيب إنما لازم تحسبها ما فيش حاجة في الدنيا مجال حسابتها ما هو ممكن لحرك لو كنت عملت عملية صغيرة جداً واستهدفت كشك كانح برضو حيبقى له رد في فعل كبير اللي هو عايز حديده لازم كان يبقى عندك جناح بيتفاوت جناح قاعد في قضاء مقفولة مكيفة بيتكلم في السياسة وانت بتحارب هو دايماً كده ما ينفحش أبداً إن أصوات المدافع هي لتحدد الحل السياسي لابد من جلسة مقيدة من تفاوت بشكل أو بآخر إحنا توقفنا لا توجد اتصالات فلسطينية إسرائيلية في العاشر السنيني الأخرانية بعد حرب لبنان الأخيرة ما فيش حاجة تذكر كلها خبطات إسرائيلية واستفزازات ومحاولات من جانب الفلسطينيين لرد الفعل ولكن لا يوجد لا يوجد شيء على المائدة ما فيش طبخة بيقوله دي حنا كلها مع بعض التوسع في العمليات العسكرية اللي بيتمد دلوقتي سواء في غزة مستمر بشكل مشكلة في الضفة الغربية أو بالاشتباك الكبير اللي حصل دلوقتي في لبنان لأي درجة الأضاءة الفلسطينية تدفع ثمنه ولأي درجة يجعل الطرف العربي منتردد في أي نقاش مع إسرائيل لم تعد القضية الفلسطينية بكلاسيكياتها المشهورة قائمة في حاجات كتيرة غطت عليها دلوقتي أصبح صراع إيراني إسرائيلي أصبحت أطماع إسرائيلية في بعض المناطق بشكل شبه علني يعني أنا من السنين نتكتل الانتخابات لو جه ترام يبقى ألف نهار ربيا للإسرائيل سوف يمضي معهم بنفس الطريقة والآخرين برضو حيمضوا بس هو حيبى مورف لاجرانت درجات يعني درجات مختلفة يعني هارس حتيبى برضو ميالة لإسرائيل ومدافعة عنها بالمنطق الأمريكي إنما مش بنفس الفجر الذي قد يأتي به ترام الوجه المكشوف الوجه المكشوف جدا لأي درجة ده بينعكس على الشكل المنطقة كلها ولذلك المنطقة كلها في حال ترق كتير بيقول لك تاب وأنا أدي للإدارة الماشية الماشية دي هدية إخاف اطلاق النار ليه ما تخليها ما شوف الإدارة الجاي أحطها في حجر كترامب إذا جه أو ألاعب بيها هارس إذا جات ده اللي في ذهن نتنياهو نتنياهو بيتحدث بقى شايف نفسه دلوقتي حتتلاحظ في شكل ماشي وكلامه قدر كبير جدا من الزهو نتنياهو ما بيعملش أو الحكومة الإسرائيلية ما بتعملش أي يعني أي اعتبار لهذه المكانة في أي تحرك حولينا في المنطقة لا نعلم يعني يبدو أن هناك في كثير من الجلسات الغير المغلقة للجانب الإسرائيلي يتحدثون عن ضرورة عدم المساز بالسلام مع مصر لأن التركيبة كلها هتوقع في الحالة دي مش فيش منتصر ولا مهزوم يعني أنت لو لعبت في السلام مع مصر وحدثت مواجهة مصرية إسرائيلية وتحرك العالم العربي وتحركت دول أخرى إيران وتركيا الأمر حيختلف تماماً طب إيه اللي يخلي أو يجبر الطرف الإسرائيلي أنه يعيد النظر في الاستراتيجية اللي حركت الكلام عنه لا شيء لا أنه يتم طرح بعض المعادلات السياسية بسرعة الجاذبة لوجهة النظر الإسرائيلية يعني أنا أرضي أكتر هو بيعطي عليك ما أرضي أكتر أنا أنا أرضيته أنا أرضتوش ما فيش فائدة الشيء إسرائيل ما تفريش معاها ترضيها ما ترضاهش أنا ما تفري معاها أنه عندها استراتيجي معينة تريد تحقيقها موضوع الرهائن يشوت تكل بشكل أو بآخر أنه لازم يتوقف عن غزة بشرط أن أنا حافرك عن كل الرهائن خلاص يعني لازم تخرج من المأزق ده هو مأزق لكل الأطراف خلاص كل واحد حافت ملكيره على الإزاز هل ده من الممكن أنه يحصل في عصر أو في عهد حكومة نتنياهو أم في انتظار حكومة تانية أنا مش أعرف انتظر قدي إسرائيل برضه وزي ما كنا بنتكلم قبل الحلقة نتنياهو له شعبية في إسرائيل مش مالوش نتنياهو يحظى بتأييد يزيد عن 50% من الشعب الإسرائيلي لسياساته اليمين الديني المتطرف المعادي وكان في الحقيقة في مقل مكتوب لسه من يومين ثلاثة أنه مشكلة ليست في الحكومة الإسرائيلية لكن في المجتمع الإسرائيلي اللي اختار الحكومة الإسرائيلية دي طبعاً من أعمالكم مليا عليكم وأنا جايبه من المستوردين لا ده هو ده الكونسبت اللي في زهن الإسرائيلي العادي المماطن العادي خلاص حفرت الكراهية وازدادت الهوة وتدهور الخطاب السياسي المتبادل وأصبحنا أبعد ما نكون عن مجرد التفكير في تسوية المواجهة النهاردة مع إسرائيل مواجهة بالتمي من تشكيلات غير مرتبطة بالدول غير مرتبطة بالهياكل الرسمية المعروفة للدول لحكومات لأنظمة لكن هي تشكيلات مسلحة خارج الدولة ده شكل ده وصفه إيه في العلاقة ما فيش ده غير حزب الله حزب الله وحلو الوحيد وحماس ولمجموعات العراقية حماس حركة مقاومة وغطنية إسلامية ما ليش دعوا بيها لابد أن ينظر بحل أو أمل يزرع أمام الجميع للتسوية حرج بتميز ما بين حماس كحركة مقاومة وحزب الله طبعا كتشكيل مسلحة طبعا حزب الله بيجر اللبنان إلى ما لا يريده اللبنانيون يعني أنا رحست أن فيه على الأقل 50% من الشعب اللبناني غير راضي عن سياسات حزب الله شايف أنه هو بينهي دولة جميلة رائعة في الشرخ الأوسط وبيجرها من اثنين وتمييل لغا دلوقتي إلى عمليات اجتياح متكررة هل اللي إحنا عايشينه النهاردة يسمى مواجهة مع إسرائيل لأنه فيه تشكيلات مسلحة في الصدارة المشهد ولا ما يسماش مواجهة مع إسرائيل لأنه الأنظمة الرسمية يا عمي إذا تولى أنت كعربي التدخل في لبنان يا جماعة انتخب الرئيس الجمهورية يا جماعة عيدوا النظر في أوضعكم يا جماعة انتخابات عامة نشوف من الذي يستطيع أن يمثل لبنان ما ينفحش الوضع ده أبدا المزايك اللبناني حيفضل زي ما هو مش معترض عليه مش معترض عليه إنما لبنان ما هيش دولة شيعية لا دي دولة عربية إسلامية ما شكل حاجة إنما ما ينفحش الكلام ده أبدا انت لا تتخيل المصاعب التي يعانيها المواطن اللبناني طب أنا لست سؤالي قائم إحنا كعرب في مواجهة مع إسرائيل ولا لسنا في مواجهة إحنا عمين إلا إحنا العرب إحنا كعرب في مواجهة مع إسرائيل إحنا في أصحب لحظات المواجهة مع إسرائيل إحنا في أصحب لحظات المواجهة أساسية ودقة واللي محتاجت خرارات شجاعة جدا من الطرفين وإلا لا يوجد رابح في الموضوع الذي يزعم أن إسرائيل ربحت في العام الماضي واهم غير صحيح لا لا ماليش مرة ثانية الذي يزعم أن إسرائيل بما فعلته في غزة وما تفعله في لبنان قد ربحت المعركة واهم غير صحيح كلها مسائل تكتكية مرحلية